نصبحكم بالخير أوسكر 2013 أو حفلات الأوسكر بشكل عام هي مناسبة غير طبعا للقائد وعلى الإبداعات وعلى الجهد المبدول بالأفلام هو أيضا للفت النظر على إبداعات في التصميم وفي الأزياء معنا فرح الأسمر خبيرة الأزياء صباح الخير فرح أهلا فيك يمكننا بالأوسكر قبل وبعد منذ الفترة بس نحكي أديك أنت السجادة الحامرة حافلة خلينا نحكي الأشياء اللي بتلفت النظر صحيح مبدئيا أنا أول شي اشتاقت لرؤيا وشتاقت للستوديو اشتاقت للأصص الحلبة اللي كنا دائما بنعملها بالأزياء اليوم عنا عمنا نحكي عن مشاهير بالأوسكرز لسنة ال85 الأكاديمي أوردز المرة ال85 هذا الحدث تم بـ 24 فبروري اللي هو قبل ثلاث أسابية خلينا نقول بهوليوود أكيد بنبلش عنا كتير طبعا المشاهير وصلوا على الـ Red Carpet كان في منهم الناس الأكتر أنا أوقع وكان فيه الناس اللي انتقادتها الصحافة رح نبلش نشوف معنا اليوم مين الناس اللي تقنقوا أكتر شيء أكيد رح نحكي هلا إحنا بضمن فقراتنا فرح حكينا عن خلال كل تاريخ الأوسكرز أدي كان خلينا نحكي أزياء يعني فعلا ما كانت أبدا العلاقة بالضوق أو ما بعض ممكن نوع من لفت النظر ممكن فيه ناس على فكرة بتعمل إشياء ممكن تكون شوي خارجة عن المألوف لتلفت النظر مع أنها بتكون عارفة أنه هذا مش رح يفوز بـ خلينا نقول الفستان الأكتر أناقة أو الشكل اللي هو الملفت بطريقة حلوة فيه ناس عم تكون الألوان تبعتها مش كتير مزبوطة مناسبة للسجادة الحمرة فيه ناس أكيد كانت الأزياء تبعتهم رائعة غطت عنا الفستين اللي خلينا نقول الشوي هي زي الفستين الأعراس عشان هي أنا ما أفضل هو هدول الفستين بأي مناسبة هو شوفي يعني هي بتكمل الحلم واللوك طبع السجادة الحمرة أكيد يعني إنه فيلم أفلام وأوسكارز وجوائز وهيك فلازم كتير يكون اللوك فعلا دريمي كتير أو حتى لو كان عندنا اللوك كتير لابسة فستان ضيق بده يكون الأناقة اللي فيه يعني طوب خلينا نقول أو أكتر من العادي لأنه هاي المناسبة هي مناسبة أكتر مناسبة باجتمعوا فيها كل الفنانين والمشاهير وهي أكتر مناسبة بتكون فورمل يعني بخلال السنة كلها يعني أنا بحث يمكن التحدي هو أنه أنا أجمع بين البساطة وبين لفت النظر يعني مش بسيطة بطريقة مملة ولكن أيضا مش معاجئة حالي زي ما بقوله رح نبدأ نستعرض مجموعة إحنا من السور رح نحكي أول إشي عن الأفضل خلينا نحكي طلات وأفضل أزياء أنت شخصيا مين حبيت أكتر أنا شخصيا كتير حبيت تشارليز ثيرون هي يعني خلينا نقول النجمة المفضلة عندي أنا بالنسبة لإلي الألوان أول شي اللي تغط على كل السرجات الحمرة كانت ألوان الباستل اللي هي الألوان الفاتحة اللي هو الأبيض أزرق فاتح زهري فاتح كل هاي الألوان نبلش نشوف مين اللي رح يطلع معنا نقارن كيف اللوك تبع كل حدا ومين اللي كان مناسب كتير هلأ هون من منبلش عنا هاي الممثلة ارتدت فسطان من إلي صعب وهي أليشيا فين كادر الفسطان كان كتير حلو لأنه كان عبارة عن دنتال محتوط على ماشة كتير خفيفة من لون الجسم الأزرق الفاتح كان في عنا البلت اللي هو لونه أصفر فاتح كتير خسر اللوك تبعها بس هي القصة ستريت والقصة سيمبل عشان عندك القماش شوي منطر رزق ومشغول عنها اللي صعب يمكن دايما هيك ستايله يعني رائع وبحس قدية حلو أنه محتشم يعني احنا مش عم نلفت النظر بيقدي عم بيكون ملفت للنظر من خلال هاي الشغلة فأنا بحب شغلة اللي صعب بتميز أنه قماشه كتير مهمة يعني بلعب بالقماش أكتر والموديل بيضال عنده سيمبل صح هون في عنا هاي الممثلة اللي مثلت بماما ميا اللي هي أماندا سيفرد لبست من أليكزاندر مكوين الفستان كمان كان كتير حيدور لأنه كان القماش أورغانزا وإذا بتطلع الألوان ما فيك تحددي شو طبيعة اللون صح هو عبارة عن لون فاتح الأورغانزا مشغول عليها بلون برضو قريب من لون الجسم والكت عندنا سيمبل بس من فوق كان الكت أكس فإجا كتير شعرها مناسب أنها رفعته لفوق مع الرفع لازم لأنه عشان يبين الفستان هون عندنا كتير الفستان هذا متقلق كتير هاي أيمي آدمز ممثلة كتير معروفة ومشهورة فستانها كان كتير حلو كان من أوسكار دي لارنتا اللون كمان أزرق فاتح الموديل عبارة عن طبقات من خلينا نقول التل كلياتها ومن فوق في عنا الكت اللي هي سويتارت أو سترابلس خلينا نقول اللي هي كانت كتير سيمبل عشان عندنا الموديل كله منتحد لهلا الألوان فاتحة كله هدول اللي نشحوا عن جد اللي كانوا بس درست بالسجاد الحمراء أو الناس اللي تأنقوا أكتر شي كانوا كل الألوان فاتحة فهيك بيبين عليها الموديل هون آن هاثوي أكيد فازت بجائزة الأوسكار لعن فيلم المزرابل أكيد اللي هو عبارة عن مسرحية كلها آياتنا بنعرفها تأنقت كتير بفستان لون زهري فاتح ستان من برادا برادا أكيد فس أنا فيه هون يعني في كتير أشخاص كانوا ضد هاي بدي أقول لك فستانها كان كتير مثير للجدل خلينا أكملك الأكساسوري تبعها كان من تيفاني أنكو اللي هو الجولري طبعا هو مش أكساسوري كتير فستانا كان مثير للجدل ناس لقوه كتير سيمبل وستريت كوتس لأنه الموديل فيه كان شوي من وراء عبارة عن إكسات وكتير فيه ناس لقوه بيقمة الأناقة أنا صراحة حبيته كتير أنا ما حبي أنا حبيته بس يعني دايماً بتلبس كتير تلبس فالنتينو بتلبس أحمر تلبس إشياء ملفتة بس فستانها كان نومبر ون يعني بلبس ترست هي أخذت نومبر ون يعني طبعا هي وشارلي ستيرون أكيد هذول التلاتة فيه هي وشارلي ستيرون اللي هو الأبيض اللي هو كان من ديور أكيد شارلي ستيرون دايماً تلبس ديور ودائماً تتقنق فيه فعلاً رائع هذا فستان رائع هي يعني هي حلوة يعني فأكيد الفستان كتير طلع سيمبل وحلو عليها والجوليري تبعها كان من هاري وينستن كتير كان متألق لأنه كانت لابسة كف كتير حلوة بإيدها أسوارة كتير الجوليري اللي فيها أبيض فخلت كل اللوك تبعها سيمبل أبيض عشان الكت تتبين وما لونت كتير حلو هذا اللي كتدي أحكي لك عنه وماي فايفورت درس هذا بس زير فايفورت هالي باري شوي فتشوريستيك لك كان عندها كان في خليناً نقول اللي هو الخطوط الحزوز هاي هي بتعطي الحقيقة طول لأنه هالي باري مش طويلة أبداً بس كتير حلو انت عزباك؟ أنا حبيت الكتاف تبعونه ولقيته ديفرنت لقيته كتير غير كتير صحيح كتير كان هالي بزات شو هي دائما تتميز على فكرة لما تذكر لأنه لبسات لائلي صعب برضو يعني لهلأ صورها هي أول مشاهير لبسات لائلي صعب وهي اللي شهرته كتير بعالم النجوم ووليوود صحيح هون في عنا جينيفر هودسون لبسات من روفيرتا كفالي كتير كان الفستان الكريتك ما بعرف الصحافة حبوه كتير أنا لقيته حلو بس يعني فيه حلو بس فيه أحلى فيه أحلى يعني جميل هون جينيفر لورنس أكيد هي اللي فازت بجائزة عن فيلمها اللي هو سيلفر لاينينغز بلاي بوك كانت المتقلقة هي و تشارلي ستيرون و آن هاثوي التلاتة كانوا مع أيمي آدمز كانوا الأربعة عن جد اللي كل الصحافة أجمعت أنه هدولا كانوا البس ترست بالأوسكار تعرفي أنت كل صحافة كل نوع صحافة بقيم شكل صح بس فيه أشياء الكل أجمع عليها أنها كانت من البس ترست أكيد هون كان كمان ديور الفستان من فستان اللي أنت مش كثير بتتفضليه بس فعلا كان كثير مناسب للرنوي هون في عندنا الفستان من أرماني بريفي أنا بفضل لو كان الفستان شوي أغمى يعني شعرها شوي أغمى لأنه نفس اللون صحة أنا بالنسبة لي هاي جيسيكا تشاستن طبعا كثير كان الفستانها حلو و هاري وينستن جولري كمان لبست معه بس أنا كان بفضل شوي يكون فيه كونترست لو يكون خلينا نحكي فيه فرق أكتر بالألوان صحيح يكون فيه فرق أكتر بالألوان كثير طب اللوك تبعها فعلا الشعر مع الفستان كلياته كامل اللوك و سمبل نفس البعض هون أكيد عنا سالي فيلد يعني لو الواحد بي بتطلع هيك شكله هو عمر 66 ممتاز صح أنزد آه فالونتينو طبعا الأحمر تخصص فالونتينو تقلقت يعني هي جدا 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 الصحافة شوي قالت أن الفستان كثير واسع من فوق بس قالوا ورجعوا قالوا لو كلياتنا نطلع هيك على 66 بيردك كثير نعلق فلا حلو كثير كان الفستانها واسع بل سعند ربولك كان الفستانها كثير حلو وكان الفستانها من إلي صعب كان عبارة عن دنتيلات كليات مشبوكة ببعض بالفستان على لون سكن تون كمان هو من الأناقة هاي من القطع اللي ما بتروح موضتها الدنتيل ما بيروح موضته كل سنة بيكون موجود عنا فهو كمان على السيف سايد أنه انتي ما عم بتغامري مظبوط هون في عنا هاي الموثلة اللي هي ستيسي كيبلر لبسة من نعيم خان مصمم كتير رائع حقيقي وتصميمه كتير حلوة مختلف برطو مختلف كتير اللوك كان باري سمبل القط كانت هي بالتقطيع كيف اللي عم بيحطوا البيات على الفستان عشان يشكله شكل الجسم شكل الجسم اوكي فهذا فستان كتير زكي برضو بس عم نلاحظ كيف زي ما حكيتي كتير تقارب بالألوان يعني الفستانين لفتت النظر تقريبا نفس الدرجات صحيح اللي هو كله بستال والبيات كان عنا اكتر اشي تغى عليه انا بالنسبة لي هذا هو يمكن اكتر اشي كان مناسب للأوسكارز وللسجادة الحمراء لانه بيضل في سمبلسيتي بيضل الممثل او الشخصية لانه في منهم شخصيات تلفزونية طبعا بيضل الكاركتر طبعا الواحد مبين يعني ما بتحسي قاعد بفستان ما بالبالو نظهور رح ننتقل نشوف شوف الاسوأ هذا المحمس اسوأ الفساطين اسوأ الفساطين صراحة مثيل كتير للجدل لانه ممكن انا احد اشي يعني ما تستغرب اه في اشي يمكن تحبيها لانه هون كاثرين زيتا جونز طبعا معروفة دائما بانقتها الفسطان زهير مراد بس الصحافة علقت انه من تحت زي الحراشف شوي ولقوا انه بيذكرهم بالناس اللي بتلعب على السكيت ايسينغ اللي هي الرياضة اللي كتير بتأنقوا فيها وبلبسوا لبس زي الكوستوم يعني فسطانها هو زي كأنه فسطان كان عم تنتحل شخصية مش شخصيتها صحي حلو طيب هون كارثة هذا سيء هون كارثة جدا 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 هاي الموسلة طبعا هي بريتش هي هلينا بونم كارتر فسطانها من فيفين وستود يعني لا الشعر ما أعرف شو كانت تتفكر ولا الفسطان ولا الألوان ولا الأصة مبينة يعني كأنها كتير قصيرة ما أعرف بحست لما أطلع هايك سورة بحست هي هيك شخصيتها هلا هي هيك شخصيتها فعلا هي متمردة وبكل الأفلام دائما شخصيتها المونستر ودائما شخصيتها الحدا اللي عكس الطيار والعالم هو بلبق لشخصيتها بس هو مش فسطان لسجارة حلوان أكيد 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 يعني هون جين فوندا يعني ما أعرف جين فوندا متقلقة دائما بس الفسطان أصفر الموديل حلو اللون مش حلو صحيح أنا بفضل لو هذا الموديل على فسطان كحلي كان تنجح فيه 100% وكان بتكون هي البسترس صح كيف اللون بفرق؟ اللون بفرق لأنه اللون مش برقي السجادة الحمرة صح 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 واللون مبدئيا كمان مش لعمرها كتير اللون الأصفر عادة أنا ما بحبه بي هيك مناسبات ما بحسه هو اللون تريكي كتير وصعب يعني لحدا يقدر يمر فيه وينجح فيه خلينا نقول بجدارة بدي يكون الموديل كتير سمبل وهون عنا صحيح الموديل سمبل بس الكتافات و الفوكس اللي عاملينه إحنا التركيز على الخسر أعطاه شوي لك وقفة يعني أنا عم بتطلع بتخيل اللون تاني بتطلع فسطان كتير رائع أثبت قلنا لو كحلي لو ضحب يمط في بتطلع كتير الفسطان غير يعني حلو نشوف اللي بعده هلأ هون هاي كالي أوسبرن هي شخصية تلفزيونية الفسطان سيء جدا مو مناسب لحجمها يعني الشغل الموجود عليه مش واضح حتى ما عالمه هو فسطان من توني وارد على فكرة مصامم لبناني توني وارد الفسطان حلو بس الفسطان بده حدا نحيف آه أوكي يعني كل واحد فعلا لازم يلبس لموديله هون عنا التنتين اللي لعش ما اللابسة من توني وارد واللي على اليمين لابسة من دونا كارن التنتين اخدوا كمان ال ويرست ثين لأن الفسطين عم بيكون يعني هو موديل ما كنترسط اللون الابيض والأسود مش كتير حلو بفسطين الصهرة صح يعني شوي يعني الموديل حلول بس الابيض والأسود لو على الانين تانين ممكن لو على اليمين الابيض وأسود تباعها كله فسطان لونه واحد كحلي أو حتى لو كان أحمر بتحسي شوي زي فالنتينو صح هون دونا كارن دايما بتصمم إشي حلوة وسمبل بس هون مش كتير مع زبطة فعال مش كتير ولي عشمال توني ورد عفكرة قريب من الموديل اللي شوفنا لأنه من نفس الكولكشن بس لا الفستان شوي موديله قديم يعني مش كتير لسجادة حمرة هون الممثلة اللي هي ميليسا مكارثي اللي هي كوميديان وفعلا شكلها هون كوميدي يعني اللون ما بعرف لش اختارته هذا الرمادي القصة اول شي كتير في قماش انا بدي انصحها اكتر هي عندها زيادة بالوزن فهذا بنصح اكتر لما بيكون الواحد عنده اول شي زيادة بالوزن ما لازم نلبس احنا اشي اوسع عساس مفكرين انه رح نبين انحف هو بالحقيقة لا الاوسع عم بيعطيك حجم اكبر صح ما لازم نلبس دربيل اللي هو تجمع القماش مع بعض لأنه كتير بيصير في قماش صح والقماش هون مربوط على خسرها منتحت اللي هي بالحقيقة اعرض منطقة منفت النظر قاعدين على هاي المنطقة اكتر يعني لو ربطوا على خسرها مثلا ونزلوا بليسيلة تحت كامل انه هدل بنزل بيصير اوكي صح بس حطوا بيأوسع منطقة من جسمها يعني مش كتير مزبوط غريب نيكول كيدمن نيكول كيدمن دائما تلبس فساتين كتير حلوة مميزة صح نيكول كيدمن لأنها هي لبسة من لورين سكوت أول شيء بس أنا مش شافيته سيئ كتير بس مش نيكول كيدمن يعني فور خلينا نقول لممثلة عالمية تلبس دائما بتكون البس ترست من الناس الأكثر أناقة ومن الناس اللي بتلفت نظر كتير وبطبيعتها هي موسلة من كلاس اي يعني اللي هم المشاهير الأوائل لا متوقع منها كثير هتلبس أفضل لأنه نوع البيت والأصة تبعت الفستان من فوق قديم يعني شوية تسعينات صح أقنعتيني هدا اللي بحبه هون ريس وذرسبون الفستان الفي ويفيتون الفستان لونه كتير حلو هدا كمان الصحافي اختلفت عليه ناس قيموه أسوأ ناس قيموه من الأفضل أنا ما بعتبره سيئ أنا ما بعتبره سيئ بس بعتبر الجزء الفؤاني إيش مؤيز الجزء الفؤاني صحيح كان ممكن يكون يبرز جمالها أكتر يعني يكون الكت مدورة من فوق أكتر الأسود اللي محتوط على الطرف هو فعلا رفعها من فوق بس عطاها حجم كتير من تحت لأنه إحنا لما بكون في عنا قماشتين إشي على الخسر على جنب وإشي من جوه هذا الموديل يعني معمول لي كتير يعطي تضريس للجسم صح فهون مش كتير هون عندنا زوي اللي هي زوي سالدانا أوكي سيئ جدا لأنه فيه ورد وفيه ربن على الخسر ومن تحت فيه طبقات يعني أول شيء كتير ثاني شيء مقصرها أكتر ثالي شيء ما بنفع يكون الموديل فيه كل شيء يعني لو عندك الورد مع الربن العجنب صح والفستان هدل نازل ستريت بلين لون واحد أكيد بيكون أفضل مضبوط طيب فيه كمان يعني هلأ استعرضنا الأفضل والأسوأ فيه الفستانين اللي وزنهم زيادة صحيح صحيح الحجم الأكبر الحجم الأكبر التلاتة يعني خلينا نقول نجحوا من اللي هم كانوا الأفضل أوكي نبلش هون إدال طبعا المغنية اللي بردو حازت على أوسكر بأغنية سكايفول فستانها كان كتير حلو مناسب غطى الإيديين وغطى المناطق كله رايق يعني صحيح كان هو من تصميم جاني بكم هون في عنا أوكتافيا سبانسر كتير كان الفستان حلو وتداشي لأنه غطى منطقة الإيد بطريقة ذكية عرفتوا لون فاتح فما بفتح نظر لون فاتح ما بلفت النظر لحجمها هون في عنا كوين لطيفة كتير تأنقت مع أن الفستان كان أبيض والأبيض بيكبر بالحجم بس القصة كانت كتير حلوة وسمبل ونجحت معها يعني مئة بالمئة وهو كان من تصميم مشكف يعني مش مو مزعجة للنظر خلينا نحكي لنشوف آخر إشي هو الكابلز أو السنائي السنائي اللي يشكلوا برضو طل حلوة صحيح أول سورة أول سورة عندنا هون جونيفر جاردنر و بن آفلك بن آفلك أول شي حاز على جائزة الأفضل سورة عن الفيلم تبعه أرغو والتنين لبسوا من غوتشي لأ أصح كل اللي بيحضرونا يحضروا أرغو أرغو كتير حلو غوتشي التنين كانوا لابسين كاثرين زيتا جونز قلنا زهير مراد سيئ جوزها مايكل دوكلز كان نابس من كنالي وكتير حلوة في كل الأحوال هون عندنا هذا الممثل هو الممثل الأكثر جاذبية بعالم المشاهير اللي هو تشانين تاتم ومارتو كانت لابسة من ريتشل روي وهي حامل ففستانها كتير أبدعت فيه لأنه كانت مبينة حاملها بس بطريقة حلوة طريقة حلوة هاي هم هاي الكلوسوف عليهم تمام وطبعا جورج كولوني جورجيو أرماني ولي معه ستيسي كيبلر اللي كانت لابسة من نعيم خان كتير حلو جونيفر أنستان فالنتينو الأحمر أكيد دائما فالنتينو بتميز معنا باللون الأحمر بالراد كاربت كتير حلو يعني هيك عطينا رجعتنا لجواء الصخب بالأوسكار شكرا لك فرحة الأسمر ونحن نكملين معكم سنكون ببقية فقرة الدنيا استنونا بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة